بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة من سلسلتنا في التفسير تفسير الخير العميم من سورة صاد إلى الحواميم في هذه الصورة سنختم الحديث عن سورة الزمر وسميت بسورة الزمر لأن الله تعالى جعل في نهايتها مصير زمر الصالحين ومصير زمر الظالمين الزمر بمعنى الجماعات جماعات تذهب إلى الجنة كل زمرة وكل جماعة مع أصحابها وأنواعها وزمر تذهب إلى النار كل جماعة تذهب إلى نوعها يعني من أصحاب النر رسأو الله السلامة والعافية قال تعالى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ذكر الله تعالى هنا علامة من علامات الساعة الكبرى وهي النفخ في الصور وقد ذكر العلماء أن النفخ ثلاث نفخات نفخة الفزع ينفخ في الصور والناس لا يزالون يبيعون ويشترون ولا يفكرون ولا هم لهم في الآخرة لا يظنون أنهم ستنتهي الدنيا فتأتي هذه النفخة نفخة الفزع ثم نفخة الصعق التي يصعق فيها جميع من في الأرض إلا من شاء الله والنفخة الثالثة نفخة القيام من القبور نفخة القيام من القبور وقد ذكر الله تعالى هنا نفختين من النفخات الثلاث أما نفخة الصعق قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث من القبور فإذا هم قيام ينظرون إذن الأولى نهاية الدنيا والتانية بداية الحساب بداية يوم القيامة فإذا نفخ في الأولى انتهت الدنيا وقامت القيامة وإذا نفخ في النفخة الثانية نفخة البعث يقوم الناس من قبورهم ليبدأ الحساب ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيئين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الناس يبعثون من قبورهم جميع الناس أنبيائهم شهدائهم صالحيهم ثم شرار الخلق الكل يبعثون للحساب ليقضى بين العباد بالحق ولا أحد يظلم في ذلك اليوم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ويوضع الكتاب وتتطاير الكتب منهم ممسك كتابه بيمينه جعلنا الله وإياكم منهم وهذا علامة السعادة ومنهم ممسك بكتابه بيساره من وراء ظهره وهذه علامة الشقان جعلنا الله وإياكم منهم وعند ذلك توفى كل نفس ما عملت يوفى كل إنسان ما عمل ولا يظلم أحد وما كان ربك ولا يظلم ربك أحد ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون لأن القاضي والحاكم هو الملك العدل الله سبحانه وتعالى الذي كان يراك ويسمعك ويطلع عليك إذا عملت بالخير وكان يراك ويطلع عليك ويسمعك إذا عملت بالشر فلا يخفى عليه منك خافية ولا دعي للإنكار هناك لأن القاضي الملك العدل كان يراك ويطلع عليك ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى عند ذلك بعد أن يمر هذا الحساب فريق في الجنة وفريق في السعير وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء طوائث وجماعات كل زمرة مع أصحابها أهل الخمر مع أهل الخمر أهل الربا مع أهل الربا أهل الزنا مع أهل الزنا وهكذا كل نوع من المعصية مع زمرته ومع نوعه نسأل الله السلامة والعافية وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بمعنى أنها تبقى مغلقة حتى اللحظة التي يصيرون إليها يعني فتحت بدون نواب وسنرى في الآية الأخرى وفتحت أبوابها أي وقد فتحت أبوابها قبل ذلك يجدونها وقد هيئت وأعدت فتحت أبوابها لترحيب بهم أما النار فتغلق ولا تفتح حتى يأتون إلى بابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها يسألونهم أسئلة تقريرية لإقرارهم بذنوبهم ثم لتعزيرهم وتقريعهم وتوبيخهم وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا هل جاءكم الأنبياء هل جاءكم الرسل ألم يصل إليكم المرسلون ألم يصل إليكم المرسلون يبلغونكم بحقيقة هذا اليوم وحقيقة هذا الموقف الذي أنتم فيه فيجيبون قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين بلى قد جاءنا الأنبياء وجاءنا الرسول وقامت علينا الحجة ولا مجال للإنكار ولكن حقت علينا كلمة العذاب نسأل الله السلامة والعافية فماذا يقال لهم حين ذاك قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيسمة والمتكبرين يقال لهم هذا من باب التوبيخ واللوم الشديد فمع اللوم ومع الشدة ومع التقريع والتوبيخ دخول العذاب وهذا العذاب ليس عذاب يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة لا يفطر عنهم خالدين فيها أبدا نسأل الله السلامة والعافية فبئسة مثل المتكبرين ما أبأس هذا العذاب وما أشد هذا العذاب ولكنه نتيجة كبريهم وعنادهم أما المؤمنون لا يجعل نوايكم منهم فيساقون سوق تكريم الأول سوق إهانة وسوق إخزاء وخزي أما هذا سوق تكريم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا أي جماعات الصالحون مع الصالحين أهل الصلاة مع أهل الصلاة أهل الزكاة مع أهل الزكاة أهل الخير مع أهل الخير وهكذا كل عمل من الأعمال الصالحة يكون مع أنواعه أهل الصيام مع أهل الصيام أهل الصلاة الرحيم أهل الصلاة الرحيم وهكذا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها هنا وفتحت أي وقد فتحت والحال أنها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم أن يبشرونهم خزنة النار يقرعون ويوبخون ويلومون أما خزنة الجنة فإنهم يبشرون ويسلمون ويرحبون سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين الله يجعلنا ويكون ممن ترحب بهم ملائكة الرحمة وملائكة الجنة فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين التوفيق من الله يعترفون أن هذا الذي صاروا إليه ليس بعرقهم وليس بجهدهم وليس بعقلهم وإنما بتوفيق الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وفي الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أورثنا أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون كما قال تعالى في آيات أخرى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وأورثنا الأرض نتبوأ فيها حيث نشاء فنعم أجر العاملين نعم المقام مقامهم ونعم المأوى مأواهم ونعم السكن سكنهم لأنهم كانوا يعملون لها نعم أجر العاملين لأنهم كانوا يعملون ويجتهدون وفوق ذلك رحمة الله وفضله وترى الملائكة حافين من حول العرش يطوفون من حول عرش الرحمن ويسبحون بحمد الرحمن حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم أي بين أهل الأرض وقضي بين الأولين والآخرين بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل قال أهل التفسير لم يذكر القائل من هو والظاهر أن الكل يسبح ويحمد الله عز وجل أولئك المؤمنون وأولئك الملائكة أهل الجنة والملائكة المقربون وجميع يعني عباد الله الصالحون يذكرون الله ويسبحون ويقولون الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين المهتدين بهدي نبيك الكريم وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة